السلام عليكم ازايكم الحقيقة حضرتك لازم تعرف ان احنا دلوقتي انتقلنا من عملية سلام بين مصر واسرائيل لحرب دبلوماسية والحرب الدبلوماسية دي الاول كانت طالعة من مسؤولين صغيرين وبعد كده مسؤولين بقوم اكبر ويطلع بعد كده مسؤولين عسكريين يصرحوا لحد ما وصلت لمستوى وزراء خارجية وزير خارجية اسرائيل كان بيدعو مصر لفتح حدودها وفتح معها بالرفح ومصر طالها تحذرت من تدعيات قيام اسرائيل باحتلال رفح ودخول رفح وكيام ده كله فكان فيه تلاسل وحرب دبلوماسية على مستوى وزراء خارجية بس دلوقتي احنا منتكلم على حرب دبلوماسية على مستوى رؤساء الدول زي مين مثلا؟ زي مثلا نتانياهم بارح اني طالع قالك ان مصر محتجزة في فلسطين كرهاء مش عاوز تفتح حدودها وعلى فكرة اسرائيل قدمت طلب رسمي لمصر عشان تفتح حدودها ومصر رفضت وقيت لك افتح الحدود عشان دخل فلسطين سينة انت مش عاوز تدخلهم ليه؟ عالجانب الاخر الرئيس سيسي النهاردة بيرد عني تانيها فانت قدام حرب دبلوماسية على الاعلى مستوى في كذا سؤال هل الحرب الدبلوماسية دي بتقلب عسكرية؟ ده اولا هل فيه اثار وخطورة على الحدود المصرية نتيجة الحرب الدبلوماسية دي؟ تالت سؤال وده السؤال المهم جدا مشهد النهاية اللي كل الناس عاوزين يعرفوه هيبقى عامل ازاي من بداية من امريكا لمصر الاسرائيل لكل العالم عاوزين يعرفو الحرب دي هتنتهي علي ايه؟ واخيرا وليس اكترا مقالة من العرض فقيل جدا كتبها كاتب امريكي اسم ديفيد ايجناسيوس ديفيد ايجناسيوس ده كاتب تقيل فيكتب مقالة اسبوعية والراجل ده راح اتكلم مع وزير الدفاع الحالي خد بالك بقى وزير الدفاع الحالي اللي هو ياوف جالاند جاب اسم مصر في الموضوع وقال لك كواليس مهمة جدا تخيل انت قاعد تستمع لوزير الدفاع اسرائيلي بيحارب دلوقتي يوقدي في الحرب رأيه ايه؟ والدنيا ماشية ازاي؟ وايه الكواليس اللي حيقولها لك وأمور خطيرة جدا الفيديو ده مهم الفيديو ده اه حركة افهم منه حقيقة الاول بالدور على الحدود المصرية واحتعرف تبعات اللي احنا فيه ده حاليا ايه؟ بس طبعا عشان اقولك عليه واشوفلك تفاصيله بس اقولك القسم الاول قبل وكشف الموضوع قبل وكشفلك التفاصيل خلينا اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا محترم جدا وهو الراعي اللي معنا النهاردة راعي مختلف تماما لو انت بتحب تسافر دبي كتير تقضي اجازة او تشتغل هناك فعاوز اقول له حضرتك ان انت ممكن تعمل كده وتستمتع بافضل اقامة فندقية ممكن تشوفها فندق جران ميركور دوباي سيتي هوتل بيديك افضل الخدمات الفندقية خمس نجوم باسعار حتبهرك لان الخدمات الفندق ده صعب جدا تلاقيها بالاسعار دي وبالجاو دي في نفس الوقت عندك حمد مات سباحة عندك خدمة فندقية على اعلى مستوى عندك جيم عندك سباع عندك مطاعم على اعلى مستوى كل ده باسعار حتبهرك خلي بالك الفندق ده في اكتر من ماتين ستة وخمسين غرفة فندقية في شوة فندقية كمان خلي بالك في اكتر من مية ستة واربعين شقة فندقية موجودة في فندق ده واوعدك ان انت لو اقامت الفندق ده هتشوف اقامة مختلفة تماما عن اي فندق في دبي سيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابت تتواصل معاهم او تحجز لرحلتك القادمة في دبي ده هيكون افضل خيار لك نخش في الموضوع لطول نخش في الموضوع لطول الجديد اللي مع النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه في ما يخص حرب جزة وحدود سينا ايه اللي بيحصل بسرطة بص يا سيدي دلوقتي عليك لازم تعرف ان بيننا وبين اسرائيل مفيش تفاية سلام لان تقريبا كده اسرائيل شايفة ان مصر اخترقت تفاية سلام قبل كده ومصر شايفة ان اسرائيل اخترقت تفاية سلام في احيان دلوقتي في مستوى حرب دبلوماسية اللي هي في العادة بتصبق المواجهة العسكرية ولازم حدارك تعرف ان المواجهة العسكرية دي حاجة بعيدة اوي اوي يعني واي حد بيروجلك ويقولك اسمع وطبول الحرب ونقرع على الاجراس وكلام فرق ده كله بص هي كلها تحذيرات بس على ارض الواقع الحرب بعيدة بين مصر واسرائيل ماشي عشان بس ابقى صاريح معاك وهي غير مستبعدة بس بعيدة ماشي كده صاريح معاك اوي طيب نخش بقى ايه اللي بيحصل على حدود المصريين دلوقتي اسرائيل شايفة ان مصر لما تعد فريق من خبراء القانون الدولي على حسب جليل ده ناشنال وان الفريق اللي بيعد ده عشان ينضم الجنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية اللي مفروض ان هي حتطلع قرار باقاف الحرب في رفح النهاردة او بكرة اسرائيل معتبرة ده خيانة دي ايه لان اسرائيل شايفة انها قبل كده كانت سمحت لمصر انها تدخل سيناء والقوات المسلحة بتاعتها تختارك اتفاقية كام ديفيد واتدخل معدات عسكرية في المنطقة جيم ومنطقة به اكتر بكتير من متفق عليها وان الطيران في مصر كان بيجي لحد رفح الفلسطينية ولحد العريش ويشن ضربات ضد الارهابيين واسرائيل كان بتسكت خاصة فزي اسرائيل شايفة مصر دلوقتي مش معاها وهي اسرائيل بتحارب كيان ارهابي اسمه حماس ده من وجهة نظر ان هو كيان ارهابي اسمه حماس وان حرب اسرائيل دي لما جات قرب الحدود المصرية مصر عاد تندد وتشجب والكلام ده كله فاسرائيل معتبرة ان دي خيانة وعن فكرة كلمة خيانة دي مش لفظ مني ده مسؤول اسرائيلي هو اللي طلع صرح لإعلام بكده قالت مصر ضعنتنا في ظهورنا ما كنا سوى توقعين ابدا مصر بتكلم في كده سؤال ليه مصر عملت كده يعني ليه مصر ما سمحتش لإسرائيل تحارب حماس براحتها واتبرطع في قطاع جزة ادام مفيش فلسطينيين ده خلوا سينة وما ادام يعني الحرب دي ما ضربتش اي جنود مصريين بطريق الخطأ لحد دلوقتي ما سببتش صدامات او خرقات عسكرية جسيمة لمصر بتعمل كده الاجابة بشكل بسيط جدا لان مصر شايفة ان اسرائيل بترفض عليها الامر الواقع يعني بداية الحرب مصر شايفة سيناريو ان اسرائيل هتدفع كل الفلسطينيين على حدود رفح وبعد كده اسرائيل مش هتقولهم يعملوا ايه مجرد انها تشتغل عسكريا قرب الفلسطينيين دول الفلسطينيين هياجدوا طريقة للتسلل لسينة ده اولا تاني حاجة مصر شايفة ان اسرائيل لو عملت كده انها بتزنق الفلسطين كلهم قرب بحدود سينة سيبك بقى يخترقوا ما يخترقوش انت بتتكلم ان ده بيهدد القضايا فلسطينية اصلا تالت حاجة ده بيمثل تهديد على ان القومي مصري رابع حاجة ان ده اصلا بيخرج التبعيات كم ديف انت يا باشا دكالت عسكريا في محوال فادلفيا ده امر خطير جدا طيب سؤال بقى ايه تبعيات الكلام والتصريحات من الجانبين لما نشوف مصر بتصرح ضد اسرائيل واسرائيل بتصرح ضد مصر ايه تبعيات اولا لا قدر الله لو حصل عندك تجدد للعملات الارهابية داخل سينة اسرائيل مش هتزكد ومش هتسمح ان قواتك تتدكل في سينة تاني خالص لا منطقة به ولا منطقة جيم الجيش مصري يحاوب ناحيته خالص يفضل التعداد هو هو العسكري لا تيران مصري يقرب من حدود اسرائيل بايه شكل فلو اتجددت في العملات الارهابية او صحة الكيانات الارهابية اللي نامت او استخبت وجالها تمويل محطش يعرف منين بقى نهو خلي بقى قدما انت دخلت في صدام دبلوماسي تحمل عواقض فاسرائيل دلوقتي هيبتلت تشتغل في انها ممكن مثلا مثلا تلاقي تمويل للجامعات النايمة دي تحاول تتواصل مع داعش يعني تحاول كده تعملك قلق في حدودك وتحرمك بموجب اتفاية كان ديفيد بموجب اتفاية السلام ان انت تتدخل في المنطقة جيم او المنطقة به ده اولا تاني حاجة اي مشكلة دبلوماسية عند مصر توقع ان اسرائيل توقف مع جنب الاخر اي مشكلة اه سد النهضة مثلا عندك مشاكل ايا كانت مع مين اسرائيل توقف مع الجنب الاخر لسه بقى رش كده كويس مين اللي بيقول الكلام مين اللي بيقول ان اسرائيل من هنا ورايح توقف مع الجنب المعادي بمصر نتانياهو نتانياهو النهاردة بيقولك ان دخول مصر مع جنوب افريكيا في محكمة العدل الدولية ده امر خطير للغاية كلمة امر خطير للغاية اوعى تفتك ان هو بيحذر السهاين او هو بيقصد ان ده امر خطير على حياته وانت عارف امريكا هتعمل ايه فانتانياهو اصلا شايف ان حكم و الحكمة العدل الدولية اي كلام حفة أمر خطير للجواية رابر بيكلم مصر وبيقولك من هنا ورايحنا مش هسيبك هتيجي تقولي أنت بتخوفنا أصلا أنت بتتعمد أنت تضخم في إسرائيل وقدرات إسرائيل أنت متعمد أنت تنصر إسرائيل والتعليقات اللي أنا بعد أسمعها دي الحقيقة أنا لا بخوفك ولا أي دي لو بتعمد أن أنا أقول الحكة دي في كل فيديو أن أنا يا جماعة بخوفكمش ولا بحاول أهول من موضوع أنا بس بفتح عينيك على اللي بيعملوا الصهاينة وعاوزين يعملوا إيه في المستقبل تاني حاجة لو أنت يا سيدي مرعوب وده أمر أنا شك منه أن أي مصر يكون مرعوب من أي صهيوني لأن احنا الوحيدين اللبسنا الصهاينة كاستورو رجعناهم وخدنا أراضينا فما تزعلش الصهاينة مرعوبين أكتر منك ليه؟ دلوقتي على السوشيال ميديا كل السوشيال ميديا السوهينية مورهاش حاجة جريت دبابات المصرية هل أنا اللي بقول أبدا ده موقع صهيوني ابتدى يركز ويقولك والله فيه تناقل فيديو لتحرك دبابات مصرية قرب معبر رفح وقرب الحدود مع اسرائيل وده أمر منافي لاتفاقية السلام والفيديو ده جاب كمية لايكات كتيرة جدا لدرجة ان الموقع نفسه متفاجئ ان الفيديو ده أمر كارسي يعني ازاي مصر اتحرك دبابات قرب محوا في مين فيه إلا ان بالكشف على الفيديو من قبل الموقع قال لك يا جماعة انتو مرعوبين ليه؟ يعني هما الصهاينة مرعوبين ليه؟ انت بتتكلم من الفيديو ده من عشرين عشرين ده فيديو يخص افتتاح قاعدة برنيس قاعدة برنيس دي يا جماعة دي مش موجودة على حدود اسرائيل أصلا ومش موجودة على اي حتة تخص اسرائيل بأي شكل دي موجودة في جنود مصر قاعدة برنيس فالصهاينة من كتر رعبهم واخدين فيديو لقاعدة برنيس ويقول لك الجيش المصري بقى على حدودنا والحق ويمسكوا الكلام ده كل ده اول حاجة الصهاينة المدنيين خايفين منك حاجة تانية تعال بص على محلين الصهاينة ما رهمش كلام دلوقتي غير ان هما يستضيفوا قادة اسرائيليين سابقين يعودوا يتكلموا على قدرات الجيش المصري دي حاجة مهمة جدا حاجة تانية اللي انت لازم تعرفها ان دلوقتي حماس بتادي ترجع تاني لمخيم جباليا وحيي الزيتون وان اسرائيل دخلت تلات مرات لمخيم جباليا ده وكل مرة تخش فيه والطهر المخيم من وجهة نظرها فتلقى خسار جير طبعية بس اللي حصل مبارح ان فيه عشرين عسكري اسرائيلي اصيب في عملية عسكرية ضخمة بالليل ده جيل الصبح على فكرة اسرائيل واقع لها اصابات الصبح مبارح بس بالليل حصلت عملية عسكرية ضخمة تم الكشف ان فيه مبنى مفاكة دخلوا عسكريين اسرائيليين تم نصف المبنى ده بيهم ففيه عشرين جندي مصاب منهم تسع حالتهم خطيرة ايه الجديد في الموضوع ده يا جماعة الاشتباكات اللي بتحصل في مخيم جباليا ده تثبت لك كزا حاجة اولا ان حماس مش مخازن بتاعتها في سيناء وهي بتجيب السلاح بتاعها من سيناء ومن انفاق فلاديلفيا ليه? لان اسرائيل من ضمن الاهداف بتاعتها اناها تخش محور فلاديلفيا وتخش رفح عشان تكتشف الانفاق بين مصر ورفح وان حماس تعتمد على الانفاق دي في انها تجيب الاسلحة بتاعتها وإلا ازاي ميليشيا زي حماس وده لفظ ميليشيا تاني ما يدنش حماس بحاجة لان المحلين عسكرين بيصفوها بكده بس خد بالك من حاجة دلوقتي حماس مش بتحارب اسرائيل في رفح بتحاربها في مخايم جباليا اللي يبعد على الحدود المصرية كتير جدا مخايم جباليا ده في شمال جز ومش على حدود مصر في حتة ان حماس تستغل الانفاق بينها وبين مصر ده امر اصبح نقطة وتاني حاجة لازم تعرف ان الظاهر كده ان مخازن حماس اكبر بكتير او اعمق بكتير من اسرائيل انها تكتشفها بدليل ان حماس كل شوية ترجع في نفس المناطق اللي بيتم تدخيرها من كبر الجيش الاسرائيلي فده امر في منطقة خطورة فحلتت بقى اسرائيل تتهمك ان انت مهمن في حدودك حلت بقى ان اسرائيل بتدعي ان في انفاق حماس عايش على انفاق مصرية ده كلام فاق ده النصر يجعوا في شمال قطعكس جابوا الاسلحة منه حاجة التانية لازم تعرف ان حماس مش بتحارب لوحدها مع دخول بقوات الاسرائيلية الرفح انت بتتكلم ان حزب الله النهاردة بيشن اكبر عمليات ضد الجيش الاسرائيلي وبيضرب شمال اسرائيل بستين ساروخ ده يوميا بقى يعني احنا نتكلم يوميا كده فيه تصعيب من عند حزب الله تجاه اسرائيل ودلوقتي فيه اصابات يومية في الجنود الاسرائيليين على طول الحدود الشمالية مع لبنان فده امر في منطقة خطورة برضو فده حاجة اما كيلا عاوز انهي بمقالة كاتبها كاتب امريكي اسمه دافيد اجناسيس ودي مقالة حضرتك لازم تعرفها كويس جدا 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 الراجل راح اتكلم مع ياوف جالنت ياوف جالنت هو وزير الدفاع الصهيوني الحالي المقالة بتاعة دافيد اجناسيس نازلة النهاردة بعد تصريحات مبارح اطلقها ياوف جالنت وطلع قال نحن نرفض رسميا ان الجيش الاسرائيلي يحكم قطاع غزة في الاعلام قال كده في الاعلام ضد نتانياهو وابتدأ يتكلم ضد نتانياهو ونتانياهو النهاردة طلع رد عليه وطلع قال انا مش هستبدل حماس ستاني بفتح ستاني انا مش هبدل حركة حماس بفتح اسرائيل ما زالت ماضية في مخططها الاجتياح رفاح لكن تحركها هذا لم يمنع عودة التساؤل الآتي ما مصير غزة بعد الحرب او بالاحرى من سيحكم القطاع مستقبلا تساؤل اثار خلافات بين اركان القيادة الاسرائيلية واظهر حجم تباعد المواقف حيالها رئيس الوزراء الاسرائيلي له جواب واحد على ذلك سيقضي على حماس ولن يسمح بعودتها للسلطة مهما كانت الاعبار ليه؟ لان يقوف جالنت عاوز حد يحكم بقطاع غزة عشان مش كل شوية جيش الاسرائيلي يروح من منطقة يحارف فيها ويرجع منطقة تانية يلاقي منطقة اللي هو كان بيحارف فيها دي لسه كانوا قطرين من حماس او بيعيدوا تكوين نفسهم تاني فيضطر يرجع وقال لك ان دي حرب استنزال ده من وجهة نظره في صدام علني بين يقوف جالنت ونتانية في مقالة ديفيد ايجناسيس النهاردة بعد تصريحات يقوف جالنت مقالة مهمة جدا ديفيد ايجناسيس بيقولك ايه؟ بيراك جوب بالك بقى راهان امريكا الحالي مش على بني جانتس وزير الدفاع السابق اللي كان راح واشنطن قبل كده وقاب الانتن بلينكن والامريكان رحبوا بيه جدا وقعد مع وزير الدفاع الامريكي وقعدوا ينقشوه وكانوا بيراهنوا عليه ان هو اللي يخلف نتانياهو قالك الامريكان غيره وجهة نظره ليه؟ بيظهر بني جانس مبقاش فعال زي الاول وبني جانس ابتدى يوافق على كل خطط نتانياهو منها مسلا اكتيح رفح منها مسلا عدب التفاوض مع حماس كان ده كله بني جانس بقى يقشر عليه مبقاش يعترض عليه فدلوقتي امريكا شايفه ان الاسم الابرز واللمح حاليا هو يقوف جارنت وزير الدفاع الحالي ايش معنى؟ قالك اولا خد بالك ان الراجل ده من حزب اللي كود تمش من حزب تاني شعبيته وليلة شوية ده من اكتر حزب المفروض عنده اغلبية وعنده قوة داخل البرلمان فياوف جارنت من نفس حزب نتانياهو فدي حاجة ويس تاني حاجة هو زيد الدفاع الحالي هو الصخص المنافس حاليا في الجيش الاسرائيلي او في اسرائيل عاماته ده نتانياهو بيعتمد عليه في الحرب بتاعه فالراجل ده ممكن نراهن عليه ماشي ديفيد ايجنارسيوس راح اتكلم معي اوف جارنت وياوف جارنت فجر له مفاجأة من العرار الثقيل قاله على فكرة انا من اكتوبر الماضي بالظبط من 25 اكتوبر الماضي دخلت قعدت مع نتانياهو ونتانياهو قال لي بص بقى احنا هنخش غزة ونفضل قاعدين في غزة لحد ما نقضي على حماس فياوف جارنت قال له لا مش هيعاسي ليه؟ قال له بص من الجيش الاسرائيلي ماينفعش يفضل قاعد في غزة دي هتبقى امر عبارة عن ثقب اسود هيستنزف جيش الاسرائيلي وماينفعش ان احنا نعمل كده كل اللي هنعمله ان احنا نخش غزة ونقعد نحارب الفلسطينيين او حماس وندعفهم وبعد كده نجيب قوات من الفلسطينيين والفلسطينيين دول سوا بقى من العشائر من اي حتة يخش هم هيحكموا قطاع غزة منهم فيهم وننسحب وما فيش مانع برضه ان احنا نجيب قوات عربية وندخلها قطاع غزة وبمناسبة المناسبة لحتة دي لازم تعرف ان فينانشل تايمز كانت كتبه مقالة انا احنا اشهر من هاردف لايف كتبه مقالة ان امريكا ابتدت تقنع مصر ومغرب والامارات ان هم يبعثوا قوات مسلحة غزة وحبقى اقولك انه بعض ابعديك بس يقوف جالب من ضمن الفلسطينيين يحكموا قطاع غزة حس والجيش الاسرائيلي انسحر ولو القوة الفلسطينية دي اللي بتحكم قطاع غزة وجهت شراسة هجومية من حماس او عمليات من حماس ساعتها الطيران الاسرائيلي هش والقوات الخاصة الاسرائيلية تخش تتعاون مع القوة الفلسطينية دي وتخش تحارب حماس بعمليات انتقائية انما مش اسرائيل هي اللي تحكم قطاع غزة ادعو رئيس الوزراء نتنياهو الى اعلان ان اسرائيل لن تكون لها سيطرة مدنية على قطاع غزة ولن تحتفظ بنظام عسكري في قطاع غزة هذه مسئوليتنا ان نقود اسرائيل الى مكان افضل هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات صعبة حتى لو كان ذلك ينطوي على اثمان سياسية فرحية ان الصدام ده حصل في 25 اكتوبر الماضي قبل بقى اتيح رفح وقبل دخول خان يونس وقبل الكلام ده كله من اكتوبر الماضي يوف جالنت كان صريح بس كم ده بطلعش بالاعلام طب وين مشكلة في حاجة زي كده يا باشا ديك خطة الامريكان عاوزينها اصلا يا توافق مع الخطة الامريكية وده وزيك دفاع الحالي ده مش السابق ده الحالي فالدنيا زي الفل فهنا نتانياهو قال له لا انا يا باشا الخطة بتاعت اليوم التالي للحرب تطلع بعد القضاء على حماس هنا ما مش حناقش ان حماس تمسك قطع غزة ليه؟ لان خد بالك الخطة الاساسية اللي هي في الدرج عند نتانياهو ان هو يفضل يحكم قطع غزة عشان يهجر الفلسطينيين لسينا ولازم تعرف ان الفلسطينيين مش حيرجعوا غزة مفيش حتة يرجعوا لها في غزة ولو رجعوا بيعودوا في صحر وكده كده حيلاقوا ان هم ميتين ميتين او مش حيلاقوا ان هم فيه طعام بيجي لهم او شراب او الكامبة كله فحيلاقوا من الفز الوحيد مش لداخل اسرائيل من منفز الوحيد لسينا وده السيناريو اللي موجود في الدرج فسيناريو نتانياهو يعاكس سيناريو ياوف جلانت وياوف جلانت خايف على حياة جنوده وخايف على قدرات الجيش الاسرائيل فده امر مهم جدا فياوف جلانت بيكمل حواره وبيكشف لديفيد ايجنالسيس وحتى دي مسكورة بالمواقالة في النص يعني بيقولك ايه بيقولك خط بالك ان الشباك او جهاز الشباك جهاز الشباك جاب 8000 اسم من داخل جزة جاب الملفات بتاعتهم كلها وقاعدة يدرسها ايه ملفات الت8000 اسم ده قال لك والله لما حماس سيطرت على قطاع جزة كان فيه فلسطينيين مواليين للسلطة فلسطينية نصف 8000 دول لما شافوا ان حماس هي اللي بتغلب راحوا معاها فدلوقتي في الملفات اللي بتدرسها اسرائيل بيسأله تلت اسئلة اول سؤال هي الناس دي عايشة ولا مش عايشة 8000 دول كم واحد فيهم عايش لحد الوقت ده اولا تاني حاجة الناس دي ممكن تغير انتماءها براجلهم هم فلسطينيين بس من كترة كرههم لحماس ممكن يجوا يشتغلوا مع اسرائيل ضد حماس ده تاني سؤال تالت سؤال الناس دي ممكن يقتلوا عسكريا ولا لا بس ده الامور اللي بيدرسها جهاز الشباكة حاولوا انطقوا من التمن تلاف اسم دول عشان يكونوا سلطة داخل قطاع جلسة بس تاني تانية هراف التمال دي مقالة اللي نزلها دافت اجنالسيس ومقالة مهمة جدا وخطيرة جدا بس يا جماعة اللي انا عاوز اقوله في النهاية حاجة واحدة بس ان الحرب بين مصر واسرائيل ابتدت وهي حرب دبلوماسية وتبعات الحرب دي هتنتهي بحاجتين يا اما اسرائيل هتكتشف انها بتتكبت خسارة يومية كل يوم فحتضر انها في النهاية تنساعد من قطاع غزة يا اما ان اسرائيل هتكمل في الموضوع وتأيي في قطاع غزة ان هو يستقبل مسلطنات اسرائيلية جديدة زي مسلطنة كوش كطيف اللي كانت موجودة في غزة يعيدوا بنائها تاني في غزة ليه انا بقولك كده لان السيناريو ده حل الوحيد تحجيل فلسطينيين سينة حل الوحيد تدمير قطاع غزة ويجيبوه على الارض عشان يعيدوا بنائه بمستوطنان مش يعيدوا بنائه او اعادة اعماره باي شكل لان ما فيش فلسطينيين حيكونوا موجودين عشان يعيدوا اعماره حيادوا اعماره بني دي الحاجة المهمة كده في الاخر يا رب اكون شراحة حضرتك الموضوع بشكل مبسط وارب ننسو المصر وارب ننسو العرب وارب ننسو فلسطين يا رب تحية مصر سلاة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة